عبو مصر دوراً أصيلاً وثابتاً في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً في مقابل تصيد الإسرائيلي الجاري ضد قطاع غزة ودأبت منظمات المجتمع المدني المصري في تقديم كل دعم للشعب الفلسطيني من خلال تقديم كفة أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الحرقة حيث عربت مؤسسة حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة له وأعلنت المؤسسة توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابة في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كفة أوجه الدعم الممكن للوقوف بجانبه يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم كفة أوجه الدعم الممكنة انطلاقا من دور مؤسسة حياة كريمة الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصيبة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغثائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم العشقاء الفلسطينيين كما أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تخصن الأوضاع جمعية الهلال الأحمر المصري من جهتها أعلنت تسليم مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة للأشقاء في فلسطين استجابة لتدعية الأحداث في قطاع غزة وأعلنت الجمعية أنها تعمل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة للتنصيق والوقوف على الأحداث الجارية بالقطاع وأعلنت الجمعية انطلق قافلة أغاثية إنسانية إلى معبر رفح البري لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالة الحريقة التي قد يستدعي النقلها عبر الحدود المصرية وكذلك تقديم الدعم النفسي وخدمات الإسعافات الأولية النفسية للعبرين من قطاع غزة كما خملت القافلة مساعدات أولية مقدمة من الهلال الأحمر المصرية عبارة عن مستلزمات طبية كما يتم على قدم وساق تجهيز دفعة ثانية من المساعدات تشتمل على الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات التي تتطلبها الأحداث من خلال النداءات التي توجهها جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية سعيا لتخفيف وقع الأزمة على الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر